ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير رجعت لكم بقى النهاردة في فيديو جديد وفكرة جديدة فكرة النهاردة من الافكار البسيطة خالص وش سهلة بس الاول قبل ما حبيت كده ان انا ابدأ معاكم الفكرة حبيت اغير معاكم شوية ديكورات كده علشان اوريكم برضا هستخدم الدكور الجديد اللي انا هعمله ازاي عندي في البيت انتو عارفين ان فيها تحت الشاشة كده عندي عندي رف ده الديكورة هو اللي انا عملته الجديد عملت فوزة كده باللون الاسود فحبيت بقى ان انا اغير شوية ديكورات كده واعتمد فيها اللون الاسود فحبيت كده ان انا حط الاول النتيجة انتو عارفين اللونها اسود والفانوس والديكور بقى الجديد اللي احنا عملناه مع بعض مع اللون كمان المفرش اللي هو البينك ده كان شكلهم حلوة قوي وهكمل بقى الديكورات برضو هتشوفوها معايا كده فكرة النهاردة بجد من الافكار البسيطة وغيرت بجد شكل الديكور خالص عندي ان شاء الله الفكرة هتعجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وكمان لو انتوا اول مرة تشوفوني نورتوني ونورتوا قناتي ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بنزلها وكل الافكار اللي بنعملها مع بعض اتفعلوا زر الجرس ويلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل فكرة النهاردة مع بعض ازاي استخدمت بقى اول حاجة للفكرة معانا الازازة الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي دي كانت ازازة كده اللي هي اللي صوية صوص فكانت موجودة عندي والازاز بتاعها كويس فقلت خليها بقى هنستخدمها وجات لها الفكرة ونستخدمها بقى مع بعض كمان هستخدم كده شوية من عصيان الشيش توق بصوا العصيان دي انا كنت مستخدمها في فكرة قبل كده بس الديهان بتاعي يعني ما زبطش معايا قوي فبرضو قلت استخدمهم بقى في الفكرة دينا كده كده هلونهم لون تاني خالص استخدم بقى رش الاسبري اللي هو اللون الاسود ده وهبدأ ان انا رش العصيان كده كلها به وبعدين نرجع كده نكمل برضو الفكرة مع بعض كده خلاص كنت رشيت بقى كل العصيان وصبتهم ينشفوا بدأت كده عملت دايرة صغيرة كده من الكارتون على قد الازازة كده معايا منتها بس قبرتها طبعا شوية وبعدين هبدأ ان انا كده ألزق قطعة الكارتون اللي معايا على الازازة منتها استخدمت مسدس الشامع كده وحطيت اجزاء منه وبعدين بدأت ان انا ألزق ايه طبعا ممكن تستخدموا برضو اي لزق موجود عندكم او برضو لو موجود عندكم قطعة من الخشب كده ممكن انتوا تستخدموها بدل قطعة الكارتون يعني برضو تكون ايه جمدة شوية عشان برضو الديكور يبقى معانا ايه محمل كده برضو حلو لو وقع ولا حاجة ما ينقصر بصوا بقى تاني حاجة بقى بدأت كده اجيبي العصيان بقى وهبدأ ان انا حط كده جزء بسيط خالص من مسدس الشامع على الكارتونة من تحت وجزء كده على الازازة من فوق وهبدأ بقى ان انا ثبت كده العصيان معاي بس اهم حاجة ان انا امسك العصيان برضو شوية كده علشان بس الشامع ينشف معايا ما تفكش لان انا برضو في عصيان كنت بحطها وباسبها وممسكهاش فكانت بعد كده بترجع انها تقعمل فانا هجرب كده معاكو برضو كام واحدة واهم حاجة زي ما قلت كلكو تسيبوا بس مسدس الشامع ينشف كوي كده خلاص هكمل بقى الازازة كلها بنفس الطريقة كده اللي انا قلتلكو عليها ونكمل بقى الجزء التاني من الفيديو ونشوف هنعمل ايه كمان مع بعض في الفيديو بصوا كده خلاص كنت خلصتها كلها ولفت كل عليها كلها العصيان اللي موجودة معايا آآ تاني خطوة بقى معايا هبدأ ان انا استخدم الخيط اللي انتو شايفينه ده انا كنت جايبة كتير كده بس يعني ايه استخدم الجزء كده بس بس بسيط منه تقريبا كان في حدود خمستاشر جنيه او حاجة شكل كده مش فاكرة يعني برضو قوي بس بصراحة عملت منه افكار تانية كتير ولسه برضو بقى معايا كتير منه قوي ولسه برضو هستخدمه بقى في الفكرة النهاردة ان شاء الله هبدأ كده اول حاجة بقى حطيت اجزاء من مسدس الشامع بسيطة خالص وبعدين هبدأ ان انا لف الخيط كده على الازازة معايا من فوق بالراحة برضو كده حط اجزاء بسيطة من مسدس الشامع وبعدين هبدأ ان انا ايه الف الخيط كده واخر جزء بس معايا هو اللي هبدأ حط برضو نقطة كده بسيطة من مسدس الشامع علشان اسبت برضو ايه معايا الجزء الاخي بصوا انا كان عندي البيبي فلاور الصغير ده كان لونه وبامبة كده بصراحة جميل قوي فقلت هستخدمه بصراحة معايا ده كده للإزازة شكل حلو كده بقى بجد شكلها جميل قوي فقلت خلاص انا هستخدمه معايا في الفكرة دي ايه اخر خطوة بقى معنا الجزء بقى بتاع الإزازة اللي هو موجود معايا من تحت هبدأ برضو اسبت عليه خط كده من اللي احنا لفنا عليه من فوق برضو حطيت اجزاء بسيطة كده من مسدس الشمع وبعدين بدأت ان انا ألفه ايه عاوز اقول لكم حاجة بقى بصراحة الرش الاسبري اللي انا استخدمته المرة دي مكانش حلوة قوي يعني هتحسوا برضو ان العصيان مش مرشوشة كويس بس معرفش هو عمل كده ليه يعني انا بالنسبة لي بعد كده الديهان بصراحة بيبقى احسن لان الرش ده ساعات بيكون كويس وساعات ما بيكونش كويس وانا بصراحة بحب ادهن قوي فيعني مش هستخدم بعد كده كتير الرش فانتو برضو خلي بالكم من الجزء ده هنا بقى كنت بوريكو انا استخدمت كده وردتين كمان لونهم ابيض كبار شوية واستخدمت كمان بقى البيبي فلاور اللي انا قلتلكو عليه كده في فيديو النهاردة خلص والفكرة خلصت معانا يارب بتكون فكرة النهاردة عجبتكم